نبقى بشهر رمضان مع قدوم شهر رمضان المبارك ترتفع سعار المواد الغزائية في الأسواق بشكل مضاعف سنويا الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين خلال شهر الكريم حول ذي الظاهرة فقد عدلنا زميل حبيب محمد أبرص هذا التقرير يصوم المسلمون في شات كبقية المسلمين في عنحاء العالم شهر رمضان المبارك لعام 1438 من الحجرة شهر تتنزل فيه الرحمات وتتضاعف فيه الأجور تكثر فضائله من تلاوة القرآن وصلاة التراويح وتصفد فيه الشياطين فيتقوى المسلمون على الطاعة والتوبة وزيادة فعل الخيرات وتتعزز من خلال ذلك أواصر المجتمع فتنتشر طرق التعاون والتكاتف لدعم الفقراء والمحتاجين ويسود الصفاء والمحبة والألفة والتسامح ويأتي شهر المبارك هذا العام من جهة أخرى في وقت ما ذالت تعاني فيه البلاد من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها منذ عدة أشهر رقم الجهود التي تبزلها الحكومة مع شركائها للخروج من هذه المعضلة التي أثرت في حياة المواطنين اليومية ويزيد من تفاقم الأزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنتجات القزائية من الأرز والغلال بمختلف أنواعها واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المستهلكات اليومية التي ينتهزها التجار لزيادة الأسعار مستقلين الشهر الكريم للثراء وحصد أكبر قدر ممكن من المال دون مراعاة لمكرمة هذا الشهر ودون مراعاة لأحوال المواطنين وهو أمر دأب عليه التجار كل عام في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من الجهات المختصة ما ثاعد في نشر فوضى الأسعار بأسواقنا الوطنية بطريقة غير مقبولة ولذا ينبقي أن يقوب الموظفون المعنيون بدورهم في وضع حد لهذه الفوضى التي يتضرر منها المواطن وأن يتحل التجار بالأخلاق الفاضلة في البيع والشراء ليقضي المسلم رمضانه بشكل أفضل يستطيع فيه تأمين احتياجاته الغزائية طوال أيام الشهر المبارك